المواطع التي لم تكن في أجندة مجلس الوزراء ولكن يبدو بأن الأحداث فرضتها هي أزمة المياه في ولاية تيارت الرئيس تبون قالها بصريح العبارة أمامكم 48 ساعة فقط من أجل حل هذه الأزمة أو العطور على حلول فهذا هو القرار الذي صدر بخصوص أزمة المياه في تيارت رئيس الجمهورية يمنح 48 ساعة فقط على أقصى تقدير لوضع برنامج لحل مشكلة المياه الشروب في تيارت هناك احتجاجات في مدينة تيارت نقلتها الصحافة حيث خرج عدد من المواطنين أغلقوا الطرقات في نقاط عديدة بسبب نقص التزود بالماء الشروب وشفنا احتجاجات ربما لم نشهدها منذ فترة استعملت المتاريس والعجلات لمنع مرور السيارات إذا منتبعينا الكرام كما سمعتم كان هذا هو التفاعل دي الرئيس الجمهورية في القوة الضاربة في تقاشر إفريقيا في القوة الهاربة دي الحضيرات الجزائر عارفين واتطرقنا واتقنا هذه الاحتجاجات التي كانت في ولاية تيارت في حضرات الجزائر الماماكينش انقطع الماء على ولاية بأكملها خرجوا الناس يحتجوا ويقطعوا الطرق وديروا أعمال شغال والشباكات معاهم قوات الآن بسبب الماماكينش الآن قال لك رئيس الجمهورية يمهلوا قال لك يمهلوا ما عرف تكون بعدها يمهلوا ما عرف تكون قال لك يعطي المهلات لـ 48 ساعة باش يلقوا حل هذه المشكلة دي الماء في ولاية تيارت عباد الله هذا رئيس الجمهورية اللي من المفترض أنه يلقى الحل اللي من المفترض أنه يلقى الشامع مع المختصين في هذا المجال وهو اللي لقى لهم الحل لا قل لهم عندكم 48 ساعة باش تلقى لي الحل ومبعد 48 ساعة ما عرف شنو غدا يوقع هذا رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عباد الله اللي من المفترض أنه هو الذي يقود الدولة ها هو الذي يقود الدولة ما عرف شكيف شغل يتعامل مع المشكلة دي الماء قال لك سيدي 48 ساعة تحل المشكلة باش الله يعلم باش الله يعلم بسنطيحة هذا هو نتيجة الخطاب الشعبوي الغبي اليائس والبروباقاندا التي يمارسها النظام الجزائري وكي يحاول يبين على أن الرئيس يتفاعل وكذا 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 المفرض أن الرئيس والمستشارين دياله هم يقعوا الحل لها المشكلة ما شأنك تخرج تهدد 48 ساعة القولي الحل ومبعد 48 ساعة للمقاوش الحل إلى ما يقوش الحل وما غدش يقعوا الحل صدقوني ما غدش يقعوا الحل مبعد 48 ساعة شنو غضي يوقع ماذا سوف يحدث الله أعلم هذه هي حضيرة الجزائر الناس تقطع لهم الماء الناس لا يوجد عندهم الماء الناس عطشانين رئيس الجمهورية قال لهم 42 ساعة تحلوا المشكلة كيفاش الله أعلم واش دلهم شي استراتيجية واش لقى لهم شي خطة اقتصادية ولا خطة عملية ولا أعطاهم شي برنامج عملي باش أنهم يلقوا الحل ولا يلقوا كيفاش يرجعوا لما لهذه الولاية لا قال لهم 42 ساعة بغير تدير فيها زعمار أنا ركاين أنا رحاضر في إطال الحملة الانتخابية آه 48 ساعة علقوا للحل وحلوا المشكلة ولما تحلش المشكلة في 42 ساعة شنو غادي تدير ماذا سوف تفعل وما غاديش تحلوا المشكلة في 48 ساعة لأن ما يمكنش على أن ولاية بأكملها هذه شهور والما تقطع عندهم الآن وصلوا حد المرحلة وصلوا حد درجة ما ما كينش سوف تقطع بصفة نهائية وما بعد تقولهم 48 ساعة حلولي المشكلة كيفاش يقضي حلولك هذه المشكلة بالسنطيحة بالزلطة تفرعين بالكدوب بالتخنشيل ووسط هذا الشيء كامل قبل أيام قليلة فقط يخرج وزير الماء دي الحضارات للجزائر ويتتهم المغرب بأنه هو سبب الجفا في الجزائر ويقول لك أن انقطع الماء في الجزائر سببه المغرب وقال لك بأن الجزائر لم تشكات في محفل دولي ضد المغرب طبعا حتى واحد ما تصوق لهم لأنه لا يوجد شحد عاقل سوف يسمع لتلك الخرافات بأنه لا يوجد ومن خرج عام نجد حشاكم يقول لك 48 ساعة نحل المشكل ماذا معنات هذا الشيء واذا ستجمع على المغرب أو ستعلن الحرب على المغرب أو كيف بالضبط كيف كيف نتويل مقطع في الماء والوزير الذي يقول لك المغرب هو السببب وذا تقول لك 48 ساعة نحل المشكل تناقضات كاريتي يا عباد الله تناقضات مصيبة كحلة هذه مستحيل تقول لها دولة ومستحيل تقول لها شبه دولة لأن شبه دولة لا نرى فيها المصائب الكحلة واذا ستجم واذا ستجم دولة أخرى جارة بأنها قطعت عليها واذا ستجمع الرئيس يقول لك 48 ساعة حلو للمشكل كيف الله أعلم اللي من المفصلة أنه هو اللي كيقود الدولة وهو اللي خصو يوضع المخطط وهو اللي خصو يدير كذا ويدير كذا ويدير كذا لا قال لهم 48 ساعة يجبون للماء لهذه الولاية وهذه الولاية هذه شهور لما تقطع عليها تقطع بشكل متدبدي وصل به درجة الحال الآن أن القطاع الآن مستمر ونفس الشيء كان في وهران كان في العاصمة الجزائرية كان في كل المدن الجزائرية انقطع للماء وهذا ديما يقول هذه المسألة ونحن لدينا الجفاف المغرب لديه الجفاف ونحن لدينا هذه المسألة ونحن لدينا وزير المغرب يخرج في قول الجزائرية السمام الجفاف في المغرب ونحن من جيد حشاكو وقال يوم 48 ساعة كيف سوف يحل هذه المشكلة كاريتة 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 نظام الزريبة نظام الحضيرة نظام المتخلف الغبي الذي لم يقعد على أنه يحل أبسط المشاكل المشكلة لا يعرف كيف يحل ونصد علينا رأسنا الجزائر قارة الدولة قارة عندها أكبر احتياطي المياه الجوفية وين هي المياه الجوفية لكم الزلطة تفرعين الكدوب هذا المعنى الحضيرة هذه الزلطة وتفرعين والكدوب هذا الشيء الذي يعرف يديره أما المعقول والخدمة ويقلبوا على الحلول ويقلبوا على الاستراتيجيات وكيف يحل المشكلة فلانة ويفكروا في المستقبل لا الحل الذي لديه المغرب بالسبب المغرب يتسبب لهم حسب الصريحات الرسمية المغرب يتسبب لهم الأزمة الجافة كاريتة بكل ما تحمل كلما من معلم متابعين المواطع التي لم تكن في أجندة مجلس الوزراء ولكن يبدو بأن الأحداث فرضتها هي أزمة المياه في ولاية تيارت الرئيس تبون قالها بصريح العبارة أمامكم 48 ساعة فقط من أجل حل هذه الأزمة أو العطور على حلول فهذا هو القرار الذي صدر بخصوص أزمة المياه في تيارت رئيس الجمهورية يمنح 48 ساعة فقط على أقصى تقدير لوضع برنامج لحل مشكلة المياه الشروب في تيارت هناك احتجاجات في مدينة تيارت نقلتها الصحافة حيث خرج عدد من المواطنين أغلقوا الطرقات في نقاط عديدة بسبب نقص التزود بالماء الشروب وشفنا احتجاجات ربما لم نشهدها منذ فترة استعملت المتاريس والعجلات لمنع مرور السيارات